ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغار سيد جميل بن محمد علي حميدان اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي وتم خلال الاجتماع الموافقة على الميزانية السنوية للبنك وإقرار البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي كما استعرض الأعضاء نتائج عمل البنك خلال الفترة الحالية لجائحة كوفيد 19 وخطط العمل المستقبلية والتي تضمنت تعزيز مساهمة البنك في الاقتصاد الوطني استنادا إلى خبراته في مجال دعم ومساندة رواد الأعمال والأسر المنتجة حيث حقق البنك أرباحا تشغيلية بأكثر من 79 ألف دينار محريني وقد وافق مجلس الإدارة على سياسات بيت الأسرة لتعزيز مكانته المحلية ودوره في تحسين مستوى دخل مئات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تبني بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر للمنهجية الاستباقية لتطوير الأعمال التنموية ساهم بإيجابية في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين إلى جانب تعزيز مساهمة الأسر المنتجة ورواد الأعمال المستفيدين من الخدمات التمويلية في دورة الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر